أسوأ شيء ممكن أني أدخل فيه وأشتغل فيه مجال المطاعم أنا لو أنام بالشغراء ولا أعرف شغر المجال طيب الكويتين تدخلوا السوق السعودي شرايف فيه تجربة تجربتهم كلها للأسفل الشبيب أشياء عجيب نعم ولا أحد مجح فيه قبل ما أسافر قبل من زمان أول شيء يدور عنه المطاعم ماتر فيه ونروح متحف هذا سيثانوي هذا عسل قسما بالله أصلي لا يا شيخ طبعا فيه عشرين واحد أصلي هذا شغل اللباية ما يهمني؟ ما يهمني ولا يهمني دايما يقول له ما يقول له على رصيف أهم شيء اللقم اللذيذة الباقي ما يعني بتستخدم المترو إذا الضباط سيبت تروح المطاعم بالمترو يعني لا تبدأ تروح أقل شيء تشوف مشواره بساعة ساعة ونوص وتقلبها يعني هذا يلي كم يوم في جنبي حديقة في سكوتر أول كنت خايف منه بالعيد كنت راح ما قد ركبته قبل ما قد ركبته قبل وش اللي خلاني أخاف زود العيد الفطرة اللي راح بتنوعيال بإسطنبول في منطق اللي إحنا ساكنين بها نشانت شيء هذي الحي كله رقعت ونزلات وحنا رضال عين زي كده طلعه وجاي ولد صغير معه سكوتر ايه ومدروا مزك فرامن ودروا شوف وعلى أصبع ونفسر أبو يا أبو أثره سعودي أثره مساكنين هنا ونقعد ونجيبوا جوالناس ودق دقنا على مدقون على المنمجة وحالو كده بعدها قلت بحبيبي سكوتر فوبيا ايه كام شفتوا بالحديقة قلت دور ايه شفتوا وطبعا خطيئة نكلو ذا صح بس النموه سيطر عليه يلا بسيط قلت اصفط السكوتر هنا وركب قطارك من جد والله والله انزل من ايه ايه خلاص او اقلة توقف سيارتك حولة تركب المشوارة اللي مرة مزعج وترجع كيتمشي لك شوي او انك خشي تطلع بالسيارة من هنا الشي جوه قريب لمنك ما في زحمة تروح للمشوارة اللي لا لا اذا اشتغل كله ايه ثقافة السكوترز والسياكل احس بتزيد اللي منوع خصوصا انه الرصيف اول ما كان يساعدك الان خلاص ايه برع شوارة ممكن لها ايه ماشي الخاص بجد والكامل شوار يعني شفتوا عليها العامل ان في محطة كامل وبدأ وشوف الناس صارت تمشي اول مرة تقطع ولا تمشي ولا شي لانه مو ما يخدم ايه لا لا صح صح عندك الشارع الخير عندك كلها الان وانس بمالك خاصة الجهة هذي خاق وليد كل الشوارع تقدر تركب بسيكل اسكوتر من اول الاخر كلها بجهة ايه والله ايه هذا دي كانت اقع او الانز صح وكثرت اسكوترات اول ما فينا شاركة اول ما فيه بالضبط حين كم عشرة اكثر ايه مكان المكان وتجدعو وانت الموقف توقف خلاص لا مواقف ولا هم يحزنون بضبط عساك جاينا بسكوتر والله بغير فيه بيت خالي نفس حين وقلت نجي تبع كله يربع وكده بل وانس بذكرهم طالع البيت قلت يا ولد مشغل اسكوتر من حديقة وادخل عليهم يعني تغييري شوي الحارة حلو طيب طيب خلنبدأ باسمك المستعار قديم ورقة أوكي يعني أنا لأني من متابعين 2003 بدأنا وسبعة تقريبا الى سبعة تقريبا يعني هذا الوقت اللي كان يعني الى عشرة الى 2010 مع قروبات ابو نواف ايه مع قروب نواف طبعا ذلك اليام ما في أحد يكتب اسمه ايه توا بادي وانترنت وكذا واصلا المعروفين يعني قروب نواف وكم موقع ذكر الأقلاع يعني محدودين ايه فاغلب اللي يكتبون ما احد يكتب اسمه تعرف يعني ودي يقول الرأي والرأي ذلك الأيام يعني وين في مغامرة يكون الرأي مختلف وحتى لو تقول نكتب الناس شوية يعني فكانت البداية هالغالب الغالب نادر وما تلقى أحد بعدين عد يوم جاء تويتر وما بدأ تويتر بديت 2010 وطبعا بدأ البن سبعة بس بالبداية تعرف الناس ما بعدين يوم جاء 2010 بديت وقد عجبني الموضوع في تويتر ايه في تويتر بعد سنة حسيت انه لا خلاص لانه بكرة افرض دق علي احد مقابلة اليوم معنا ورقة بلوت حسيت بكرة شوانا بطلع بالإعلام بطلع بس المستعر خلاص فعدلت الاسم من بره وبتل اليوزر سنة افتحوا هم الظاهر تأديل اليوزر بعدها بأكل وقت فعدلت مساعد مساعد رشيد وانا اصلا بالإيميلات كنت اكتب اسمي وكذا بس بره خلاص النور رتبط الإيميل بالاسم يعني يعرفوك الناس للمرة الأولى في تويتر في 2010 باسمك الثنة ايه نهاية 2010 او بداية 2011 خلاص حولت تقليل من 2011 حولت كيف ردت فعل الناس كيف ردت فعلك انت لا انا بالبداية اوه اذا خلاص يوم اخذوا الاسم وبدأت اتنزل اشياء وحط اسمي خاص تقبلوها تدريجي فاول ما غيرت ما كان يعني شي عادي اي وكان موضع انا اذكر في تويتر كانوا كثير غيروا اسمعهم ايه كانت بداية التفديل انه اغلبهم كانوا يعني يعني يقولون للناس ترى انحنا هنا هذا يزرنا الناس اللي كانت تابعهم فبعد ما هذا خلاص انتقلوا مرحلة في ناس اتوقع انهم الى الان صح ايه بيزراتهم القديمة اللي خاصة نعرفهم غالبا يمكن المحتوىهم جريء هم اللي هم اللي ابتلوا ولانه خايف يطلع اي خلاص بضبط ما دخلت التك توك ممكن سنة طاحوا الناس مروا وصار يعني صار سالفة هو التك توك بس كنت متفرج خفيف دخلاتي بس اصلا وقت التك توك وقت البالتوك ايه كان فيها اجهزة كنود نول حقينا البرو فاذي كانت برضو ياسو 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 كنود وشركة ثانية فهذه اللي كانت وقتها برا النت وضربها وقعدنا سنة بوزرات وعندنا غروبات وتشارك ايه وكل واحد ببيت وكل واحد يطول الانت الأكثر ويخترق يعني جتها ايام تقريبا ممكن سنة بعدين طب ايه اطلع 25 ايه بظه انجل 25 وتروح الروم الحالك ومن والله دخل علينا احد اه ذكرياتي يعني كنت مشارك ايام مرة مرة هذاك كانت يعني من اجل ومياهم كان فيها ضحف صراحة مرة من رجل تنكيث عام ولا محتمل كل شيء امانا نعرف بعض بدين يدخلون ونسينا وضع الجوال ايه طيب اين وقف يلا هلا ما ايش خلاص يلا ما يس ايه سوي لي تبي انا مشغول يا بابا انا مشغول باجتماع خلاص سوي يتبي ولا كلم ماما قبل يلا ما ودنا يلعب احنا كورة يجي شيء يبس حارس وانا قيل له حارس ولديك هو حارس ودوق نعت وفنان وكي شيء بعدين قرر انه ما جاء ومدر بثر وكذا وكره وفطلع صار يلعب قعد له فترة شهرين بدين رجع قال انا ماشا بحارس قيل لك يا خاتب تلعب مستعرف يعني لهم طبعا طبعا وش عندهم شعر هلال اكاديمية الهلال لا ان شاء الله يصير يمثل الهلال قلت له عندنا نازمة حراس فرح ارجوك ارجوك انا قلت له ضهير اي شهر برضو وعند نازمة بس اذا ما نفع مع الحراس وما لقى مظاهير رد احر ايه تقول لي احنا البالتوك لا الكنود وصلنا الكنود ايه فقلت لك جتا ايام اغلب اللي كانوا بالمجموعة نعرف بعض وانت قابل وبعدين بدوا يدخلوا الناس يعني يعني عرف فخلاص بس كانت فيه يعني نكتة جدا عالية وحاضرة وفيها ضحك وكان فيه شخصيات يعني كل واحد شخصية وصوته واسمه فيعني له جو الصراحة كنت أدي صوت ما بصوتك لا لا لكن تنا عادي فيه ثنين وثلاث مهيان اصوات ثانية اه يعني في واحد كان صوت عجوز يعني واحد كان صوت عربجي يعني كانت لا اجولك الايام صراحة ايه لأنه شف يعني دخولك الكنود يأكد لي ان فترة البالتوك تناسبك ايه وغريبة انك ما شاركت صوتي وقته تصراح الرمات ما كان فيه شي يعني ام الناس تخلط عليه بنات الرياض اي يعني يعني انه تخلوا على البالتوك مو هب بل زي يقولك ما كان يعني فهموه غلط مو بنظيف صح يعني صار كله شوي يعني سمعة ما كانت زينة وكل اللي شاركون والمواضيع اللي هرجون با كان مواضيع تفريغ فما كان فيه شي يعني يصلح انه ده فكنت تتفرج شوف الناس وشي قاعدين حالي والدليل انه اشهر روم كان اسمه بنات الرياض بالضبط يعني وفيه روم اللي يعني طلع فيه واحد مشهور برضو وكانت تلفاظه يعني صح كلها كانت صح دخلت للمنتديات لا قروب نواف اي وكان فيه مجالس قروب نواف بس على بداية كان القروب يعني خلاص بداية قفزته والمنتديات بدت خلاص يعني تهدى بالمنتديات كنت يعني اتفرج كده وتصفح ما كان ميولي منتديات اكثر من قروبات قروبات كان المنتديات كده متفرج مره متفرج ما شاركته أبدا هي نشرات بريدية كنت انت كاتب فيها اي اكتبي ثابت تقريبا شبه يوم وش كان محتوى كان الميمز اللي الان اللي الان ميمز انا كنت اشوي ميمز قبل خمس عشر سنان بس ما كانت يعني بس صورة بنفس الميمز اللي الان يعني الان الميمز كلها خط واحد اللي مثلا شكلي اذا قالوا لي كذا هذه او الميمز اللي الان يطقطقون على حدث مثلا زي مشلسل او كذا ومن يحلقون فاول لا كنت تحط الصورة يا تحط يعني كاركتير اثنين يردون على بعض او تحط الصورة وتعلق قبل ما كان او جوا الصورة ما كانت بنفس الميمز بل يعني بجنون هذا نسخة المتطورة اي كانت نسخة الاولى وكان في يعني كانت انا واحد يمكن فينا فدخلنا فترة من العقبة الزمنية نتراد بنوية نبطل نزف فهذه كانت شلعت القروب وقت حلو يعني مبصروا الناس مرة كان كل واحد ينتظر الثاني يشفر وكلها مارشة فموجودة هذا احلم دسات نظيفة بسي بسي حلم الله الدكتور كان قاسي طيب بعد النشرات انت طبعا رحت تويتر اي وين انتقلت بعد تويتر يعني انا مثلا لاحظت انك انت اخرت في الدخول في سناب شات منصة ناس جدا فوين انتقلت من تويتر لين وصلت لليوم انا بدأت في تويتر وكان تويتر تعرف 2011 الاحداث بالعالم دخلنا المود وتعليق وبرضو رغم الاحداث ورغم انت كانت تعليقاتي ساخرة وحدود النكتة يعني فالناس عرفت اني موضوع النكتة مني كملت على موضوع النكتة اي انا اصلا رأي اكل واحب الاكل فبعد تويتر جاء معوز انستقرام صحيح فانستقرام تعرف الغالب كان الغالب اكل ولا لقطات يعني اللقطات كده مدروسة لقطات جمالية اي جمالية حلوة يا طبق يا صلاوية اي بالضبط فانا خلاص اكل يعني وش بلنزل لانه ما عندي شيء ثاني بصوره ما عندي دباب ولا مفشي بصوره كله فبديت انزل الكل الكل وشفها جادوا جادوا والناس فتحت سناب وقتها قبرة 2016 اي يعني استقرام 2011 يمكن 13 بديتي يعني 12 كذا يوم جاء 2016 يعني قلت سناب فتحت سناب ما كان عندي اي فكرة وش نوع الخط اللي بقدم قلت افتح مع الناس وبصور حطيت يوزر وقلت انا لقيت نفسي اصلا قاعد اصور يومي كله اكل واصور الاكل غصب هذا يعني جت عفوية اي اي ابدا ولا قلت لا انا انا اصلا اصلا اذا حطت الاكل قدامي غصب اصور خلاص عندي حالة الدماء منها شي بعد ما اذا شوية بدي تصور اصور بعدين بالبداية كنت تصور لقطات بعدين بدين يسألون ايش راي يلتفع شنافتك من الاسئلة خلنا بقول رأيه وماش يام بديت خلاص انطلق الموضوع حبوا الناس بقعت تقول رايك عنك بالضبط ومسك تخطفي اي انا الاحظ عندك توصيات في تيلجرام اي وعندك توصيات وهذه اول مرة انا ادري عنها صنها موجودة اللي في جوجل مابس او لا جوجل انا انتقل كل شي جوجل خلا بقول انا قاعد اجرب اجرب فيطلع لي شي زينة وشي ما تعجب فخلاص مع كثرة الاسئلة الناس لا يمساعد ابغى ازيان محل كباب ازيان محل كروز خلاص بيتزا مدريش انا ابغى اطلع انا وزوجتي عندنا يوم ذكرى زواجنا ابغى مطعم راقي فالاسئلة ابغى بارتشن ابغى مطعم بدون موسيقى ففي تفاصيل فقلت يعني واحد يعني في شي مو بس عام يبغى تفصيلي مو بس في الاكل قلت تدري خلنا بحطها فدور دور تطلع تليجرام كان يخدم وزينت تقرى تسوي غروب ما احد يشارك فانت تقدر تحط ويتابعون بديت بقناة تليجرام وبدأ ترتبها وحطها وكذا وبدأ اذا سافرت برضو احط حق المدينة والدولة اللي سافر لها بدأ احط احط شوي بعدين جيتك اليوم واحد قال لي وراني جوجل حسيت موسيقى ببداية ايه ما ادري عنه وما كان صراحة ايه ذكرت جوجل ما كان جوجل ما كان يفتح للآيفون ما يفتح لهم الا اول خمس قوائم لطلع المزيد ما يطلع لانه اما جوجل واندرويد فشركوا يدعم بس ما يدعم فكيوم سويت بالبداية قالوا ما قلت لا دعم ذاك الساعة اشتغلت علي حرام جزء كبير منهم ايفون فكملت يوم على التقرام وجي ذكر اليوم وبدلوا شذا والله فتح قلت تدري ميزة جوجل ترتيب افضل تقدر تشوف الاطباق تقدر تشوف تعليق الناس تقدر تشوف تقريبا فيه الفواتير والسعر فعندك يعني مألومات مريح اوراق تحطوان بتلقرام يقولي ما لقيته خصوصا انه اوقات برا السعودية تحط الاسم صعب ابنك تلقاه يعني تعرف بعض المطاعم فيه تشابه بحرفه فمتع بالموضوع فيوم شفت جوجل في كل اللي ابغاه مرتب مريح خلا سوي قوائم جوجل وخلاص وانقل الناس من تلقرام لجوجل فانتقل من تلقرام لجوجل صورت خلاص مرتب مريح اي حدي بشي وفيه ميزة جوجل انك انت والله رايح اي دولة مثلا دبي لندن اي مكان تجي تدخل وتتابع نفس القائمة وانت بوسط البلد تفتح الخريطة بتلقى نقط الزرق فانت وانت جالش تقول وشي لجنبي اوو والله محل فطور خلاص دامني قريب ايه والله هذا قهوة وحلا على رجولك اربع دقائق اوكي خلاص تمام فوالله انت رايح تشتري تتسوق يعني رايح للمول بالمنطقة دي فتقول تمام عيال خلال روح هنا فيه مطعم منتعش فيه لانه اول تليجرام انت عندك اللستة فتجي تسوي بحث تروح تتعش هنا وما تقول يلا وين روح اثر المكان الثاني تبي هنا فزينة الخريطة تقدر تقول خلاص بلروح للمنطقة دي منتعش ومنقاه ونروح للمول فلنينة حط المول وحق الأطفال فخلاص تروح بالمنطقة دي وتخلص اسهل في التقطير اسهل ايه خلاص يومك الجزء هذا هم من بعد المغرب نروح للجزء هذا اما لو حطيتك كتابة منتو قادر تسوي جديد فكانت الناس اول يعني اللي فاهمين ياخذون من تليجرام لا يفوت لنك الجوانح هذا زين فأنت اصلا لا ما بيشتيك هندي 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 فتقدر تدري وين رايح مو بس مطعم زين وبس وشو ان في ناس مثلا ما تاكل سوشي مثلا ولا تاكل بحث خلاص يجنب بلده فلقيت جوجل صراحة يعني فتلي أزمة كبيرة رهيبة فوش قلت خلاص جوجل تليجرام فيقول لي ذاك اليوم انت جبت ذبيحة وش اسمه ما اقدر احطه بجوجل هما لما كان او كلاود كيتشن اسحابي فصرت احطه وقول هذا اللي كذا فأي رد يجيني الآن صرت في مختصر حق الايفون جميع هما كذا واشرح خلاص فمع الوقت بيتقل للاسئلة خلاص يعني زي ما قلتك أنا عندي مناسبة حطيت قائمة مطاعم راقية عندك مناسبة عندك خلاص مريح جدا حياتنا كله في جوجل مابس فحلو تنقل على شكل بالضبط الدرجة انه انا اوقات اذا بغيت انا اكل انسى مستحيل اني احفظ كل شي بعدين او مرة اقول ايه خلاص انا ماشتي يعني نهاية الكتابة وذا هي اللي بتحفظ اتفق و جوجل مابس ونستخدم في التوجه والمطار الناس فور سكوير وطل الناس يستخدموا وغير كذا انجليزي ابغى شي بجوال الجميع ما يستغني عنه وخلاص ورية احلام وعندي اضافة مساعد بل يساعد وغير كذا اول كده يقول يقول اعضي احلم التليجرامي ان حتى التليجرامي اقصار اهو برضو مانجو مشكل مفضين محمل تطبيق زيادة طيب اش علاقتك في فور سكوير و سوارم ما ما دخلت بالخط ابعدا حاولت نزلت سوارم وكذا نزلت سوارم بسبب واحد بس انه كثير عرفهم بالماركتينج يقولون نبغى نخترق هذا البرنامج كيف نشتغل عليه يعني الان انت تروح المقهى اول شي شوف سحبة ترنت تقلت شهرين تمر اخصوص بتخصش الان صح تقول وش ده يعني شي اوه بنات وعيالي ما تدري ليش ما تدري ليش طيب وش السالفة سوارم بالنهاية سوارم اللي جابهم يعني اذكر كان في نقطة وراء البوليفارد قبل ما يبنون بوليفارد جديد كانت فل ناس مكان فاضي شلون دروا الناس عنه سوارم تذكري ممكن صارت قبل سنة او ذا ستاربكس الرحمنية انتشر الفيديو طيب ستاربكس كما في درايف ثرو 270 فرع هالفرع اللي لاينات سوارم فكنتش اقول اقول ممكن انه يعني مجموعة وكذا يعني اني اقدر اسوي نفس بعدين يوم شفت الموضوع قلت يا غتال شغال الله يبيه لواحد بس قضية يقوم من النوم ما عنده الموضوع مرة مرة ما تحب وهذا اللي خلاني ما ادخل تيك توك ولا ادخل ولا يوتيوب بس سناب واحدة تويتر ما اكتفي لانه يعني اللي تعلمته تبي تنجح باي شي ركز على منصة واحد واحد شي واحد ركز بشي واحد بس حتى بالبزنس شي واحد هذا يعتبر بزنس شي واحد بتقول لا هنا ويمكن هذا هنا ممكن تشتغل بس من تجايب اداء ودخلوا كده زي المرصة عجيب يعني اسباب اللينات سوار سوار يعني لدرس واحد من يقول يضحك دائما يقول يا اخي انا عسبهم بنتين ولا ثلاثة اذا سوان وراهن بجموعة وتنفك السباح يعني هم اللي حقون بعض الشباب اي البنات اللي حقون بعض وعيال اللي حقون باب وعيال اللي حقون باب فهي شبكة لو ترجح تلقاها حول البحث خلاص وقلت لك هولا عشرين ثلاثين هذولا مش بوكين كل واحد عنده خمسمائة ألف خلاص طيح هذولي المفروض يصير عندهم مصدر دخل المفروض اللي سوون شاكين المفروض ذولا لو يدرون انهم يسوون كذا روحوا لي التفكور يقول انا نسوي لك بس هم يمكن يمكن ما يدرون يمكن ما يدرون ويمكن حتى الشركات ما استغلتوا ما استغلتوا لو سوت بحث شركات تسويق قعدت يعني ركزت على الموضوع فترات عجزة وفي تكون بأنه ترى فيه يعني صوار هو شي ما تقدر مثلا تقول انا اقدر اسويها سوي خمسين يوزر اول شي ما تقدر تسوي يوزر ثاني ما تقدر تسوي تشيك ان بنفس النت يقفضك ولا الصورة من نفس الجاء مرة دقيق ما تقول تسوي الحركة يسوي لك بلوك على طول يدري يعني تيجي تصور وتقول بنزلها بلوك على طول يدري ويقرأ الصورة الرقم حق الصور اللي يسمون يعرف كيش عشان ما لانه يدري انه كنت تقدر تسوي تختلق هاد تغش ولا تسوي يوزرات بضبط ما حتى تقدر يسوي انا انا شوف هم يطاردون الشركات الريفيوز ما شوفناك طبعا كل اللي بالتوك توك تسعين بالمئة اذا ما كان ترنت هو مدهوع ما في حد يروح يغطي بالبداية اكيد لما يشتهر ياخذ العسم وكذا عدن يبدون يجون طبعا السعر اعتقد التوك توك اقل كثير من سناب هيقول ما يضرب كذا ولكن الغريب انه في ناس كثير كلمتهم يقول وراني مثلا مشاهدات عنده 10 مليون 15 وين الاثر هل المشاهدات خارجة سعودية فيها نسبة كبيرة هل بس اما الناس على طول بسرعة فما يأثر هل هم من كثر ما ادري وجزء كبير قال لا والله اثر معي وزان ففي انقسام بس يظل مهب نفس تأثير السناب الى الان بالسعودية وكثير قلتم يعني وراني كم واحد عنده مليونين وثلاثة قلت له طب هل في اثر بالمبيعات يقول لي والله ما فيها عجيب اي هذا اللي انا مش تغربه وواحد من عيال قبل مش جال اسمعه سأمرك انه غريب صور بيت حلو صور بيت كريستيانو قال الله بس هذا بيت كريستيانو وكده في تيك توك تيك توك كده واحد عارفه ما عنده يعني فيديوين بس واحد ما هو معروف صور قال بي وحط خلفية موسيقى ومدرشو يقول قمت من النوم طلعت ورراني ستة مئة خمسين آل يا ساتر يا توقع اليوم مليون هذا الكلام أمس فما تدري أرقام صح يعني ما تدري يدعم تيك توك اليوزرات الصغيرة وممكن انه برضو تيك توك يعني يعطيك عشان انت والله يشجعك واو تيك توك يجذبك عشان فيه منافسة بينه بين سناب يعني شي جايز يعني يعني يمكن ما زال تأثير في ريفيوز الوطاق نعم ما زال ما أقول لك من توك توك ما في تأثير في بعض الحالات قلت لك قال جاني أثر وأثر جدا جميل شف اللي لاحظته الأثر دائما يصير بالترند إذا كان شي جديد أو منتج جديد بالتوك توك يأثر أما شي عادي أو مطعم معروف بس رح صوره أحد ما يكون فري لتأثير رجيب الليستة للمئة وثلاثين مطعم هادي وين نلقاها موجودة موجودة ايه بسلسلات ثريت اه ممتاز حاطوا حاطوا الوزن وحاطوا شي طبعا الأسعار كانت قبل من سنتين وقعنا تغيرت شيء تحدثها أو لا ما أنا ناوي أرجع أسوي لها فلتأدى يلبس بالأسعار ثلو ثم إذا طبعا نقدر ما أدري التويتر أدل القديم ولا لا ما أدري إذا ما أدل كان في تصويت أنهم يضيفون للخاصية آه ما أدري أنا ما أعرف أو لا أرجع أحطها مثلا بجوجل أو شيء طيب طيب خر نروح للتقييم كيف عرف مساعد إنه كويس في التقييم هو ما في يشف بالنهاية الأكل ذوق مستحيل الناس تتفق على شيء ولكن أنا كنت بالبداية أروح صور أقول أعجبني ما أعجبني أعجبني ما أعجبني عادي بالبداية كنت شوي قاسي يعني كان اللفظ شوي قاسي ومزعج لصاحب المطعم بس أنا كنت أقول يعني هذا رأي يعني وأنا عارض صريح صريح فالناس صارت تتابعني أول شيء قلت ما أدل مشكلة حتى لو ماذا ما توافق أخاص الرجل واضح أنه صادق وزاد 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 ومع مرد وبعدين الغالب يعني اللي أنا استشفيته أنه تسعين بالمية إذا ثمانين ذوقهم يوافق ذوق يعني مثلا يقول لك جربت عشر مطاعم واحد اللي يعني ما كان ما أتفقت أنه ياك مساعد فيه الباقي لا كان وهذا طبيعي أقول وكل من رد عليه يقول مستحيل لازم لساني يصرزي لسانك مستحيل مثلا أنا عندي بجوجل 200 مطاعم و 500 مطاعم مسحيل لازم واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة بالنهاية نتكلم عن عشرة بالمية هذا الطبيعي صح المو طبيعي أنه نوعيك 100 بالمية فيه مستحيل مستحيل يعني أخوي دفعلهم حن لأن الآن تلقى لك عندك أخوياء كل هذا تعانون إذا جيت تطلبون أبطلب لا لا أنا ما بيه صح صعبت الدفون أنا أقول اللي عندي والغالب الحمد لله يعني يقول ذوقي مشابه قريب لذوقك ولا مطعم أعجبني نتخلص دوك مو بزي دوك و تسوي لك طيب الغجاباتي لا يا بي لازم يعلم معنات كلام كلام مو بصحيح طيب أنت بالأصل أصلا من النوع الذي قيم الأشياء فبالتالي صرت تقيم أكل أم أنت تقيم أكل لأنك كنت مهتم بالأكل لا أقيم أكل لأنه يهتم بالأكل أنا أحب بالأكل وأحيتي أكل وأصلا يعني يدلك قبل ما أسافر قبل من زمان أول شيء يدور عنه المطاعم ما ترفيه ونروح متحف هذا شيء ثانوي الأكل أولا وغير كذا لاحظت يعني من يوم وانا أسوق بس مجرد في مطعم أبدأ تلف وسجل الحساس بالضبط لا تتسلفت الأكل أوفئة خلاص هنا وش منه وأبحث عن يعني خلاص بس الأمور ثانية ما تهم شيء ثانوي كل شيء بالنسبة ثانوي أو شيء الأكل وبعدين تفهم حسي طيب تقييمك للأكل ما خلى عندك الحساس هذا يقوى فصرت تقيم أخوية أهلك لا 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 بس على طرح حساس صرت تقيم خاص من الشكل من الشكل واضح من شكل أنه بالأكل فقط الدرجة أنه حتى من متابعيني وأنا أصور وما أقول ما أعجبني كلهم يردون يقول أصلا الزين خلاص مع مرور الوقت واضح شكل برقر الزين ياضح نادرة ما تطلع أنه شكل كلها الشكل وبنهاية مقلب نادر طيب وش معايير التقييم كل من يسألني أقول معايير شخص أعجبني أنا أحب أنا لدرجة أنه في بعض الأشياء أقول أنا أحب ويقول لك لا مدهن ومدري أنا قلت أنا أصلا جايز فاهم ما هي بالنهاية بترجع لشخص ما معايير مساعد معايير إنه لذيذ بالنسبة لي فقط ما يهمني ولا يهمني الباكيجين دائما أقول أقول أشكيس على رصيف أهم شي اللقم اللذيذة الباقي ما يعني المذاق 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 طيب التقييم هو هواية عند مساعد ولا هو جزء من عملك الآن يعني جزء من شغلي يعني بقول لك شي الآن أي أحد مثلا يطلب مني إعلان يجيني طبعا السلام عليكم أخي بساعد أنا عندي مطعم أقول وش اسم المطعم أقول كذا أقول له السعر كذا مناسب لك يقول إي مناسب أقول خلاص بجرب المطعم بعدين أرجع لك أروح إذا هو ينطلب ينطلب إذا هو ما يصلح يعني ما أبغا قدر مستطاع يديني أنا بجي وأحرص إذا جيت ولقيت أحد حسيت نور المطعم يعني إذا لأنه ما أبغا بس غالب نحط لو أنه موجود هو ما يمدي شراء المنتجات الأساسية فما يقدر يجيب لي لحمة خلاص انتهى الموضوع وابقات إذا كان صراحة غالي متأ أعلمهم أعلم مثلا ما أجي الساعة تسعة بالليلة أو ثمان أجي رسله الساعة خمسة وستة وقتر الساعة تسعة خلاص انتهى ما يبدي أحد يورد له مستحيل مستحيل لأنه هم يجبون موردين ولهم جدول ما تقدر فهنا هي الحالة الوحيدة اللي يدري فيها وقات إذا كان مثلا الفاتورة ما راح تتجاوز 300 أروح أنا كم مطعم بالألف وفيها غالي شوي يعني 200-300 أنا لأنه أنا أطلب من جاهز أو من هنجر ستيشن أي تطبيق مثلا أنا أتعامل معه وأطلب الأكل أطلب أوقات مثلا أدخل أول ما أدخل لمو أقول بالله أسو ماجد أقول ماجد بالله هي السكينة لا أول ما أدخل أقول ماجد لا تقول السكينة ليه صرت كل ما دخلت أقول بالله يجب سكينة أجبه بيتكم ليه أطلب من ثلاث مطاعم سر هذا عنده ساندوش غالبا تعرف الآن أغلب المطاعم الآن التوصيل تلقاه المنيو أورد رايين كده خاص تابع فهو عنده ساندوش ساندوش دجاج مثلا أول كده فأطلب من ذا و ذا و ذا فأعادرين أنا 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 قد راكل لا و سروا في العيال وتطلبون عشاء ولا تبتجربون معي كيفكم أنا لازم أخلص لأني أبرد على ذول ما السكين هذا هذا وزينة أنه حتى العيال يسروا معي وقلهم عادي صح فهم يأكدون في رايحون مودي أظلموا وأنا سواء بالنهاية رأي لأنه وقاتا أروح أجربه كده يجي واحد يقول حرم عليكم ساعد قل عادي يعني ما أشوف في زود يعني في زي عشر عشرين بالسوق ما أعطاني لقمة أول ما أكلت قلت أخير ما في شيء مويز فغالبا هم أنا أكد يعني الدرس أنه أنا لو تسألني وراي ما نفسي من التغطيات ولا أكل سمين من التجارب كل يوم عايش يجرب ثلاثة رباح ما أقدر يعني ما أقدر أقول والله يوم ماذا أكل طب في طلبات ما أقدر أصعب عليه يعني يبدأ يقول يا أخي يجيني يا أخي لي خمس أيام مرسل لك فهو ما يدري في غيره وبنفس الوقت أنا ودي يعني بعد أخلص يعني خلاص صير ما ما في حد زي الواجب فأشطب أنا أعتذر أعتذر عندي كليسة جاسبة فأول شيء حط ميزانية معينة ليه التجارب لأنني أنا أعتبر شغلي هذا بزنس ما في شيء اسمو تاخد تاخد في فتوس بس طالما أنت تدخل هذا يحتر بزنس في مصاريف وفي إيراد خلاص أنا أقول هذه مصاريف اللي هي الطلبات حقية الإعلان ولأنه داخل لإيراد خلاص أنا أستعامل معك بزنس أحتر عشان يبتل يدوم طيب شلون تحافظ على مستقية خيادية إذا إذا نعزمت في مطعم مثلا ولا أرسله لك أكيد كيف تحافظ ما أقول رأي تسكت إذا ما أعجبك تسكت إذا أروح الحين مثلا يجيني أحد دعوه كذا يبغى إعلان أقول له والله شف يعني أنا أنا أمس واحد قال لأني نفتتاح مطعم وكذا نبيك كما الإعلان وكذا قلت شف أنا أقدر أقول لك الإعلان واجي للمطعم وبصور وقول مبروك الافتتاح بس ترى والله محد جايك لازم أنت تفتح وجي أجرب إذا عجبني أجي وأتكلم وأسوق لك المكان أما أجي أقول كذا قال لا بيعجب قلت طب أفرض أنا أنت دفعت الفلوس يمكن لي سنتين أو سنتين ونص ثلاث بل كثير ما أستخدم دعوات خلاص أقول له كذا كذا تابي أجيب تعطيني فلوس وأقول مبروك جيت قلت طب أفتر مع الجايك يبرو على الذمة بعضهم يقول أنا أبغى أعلم الناس أني فتحت مالك أنا الباقي علي بعضهم يقول كذا يصير يبغى يسوي شو وتصوره وما تقول رأيك ولا ما تنزل لا لا صوره أقول مبروك يعني يقول له والله كذا 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 يا تدفع خم يعني زيك زي غيرك يعني في أحد دافع دم قلبه يعني وأنا أستغرب من بعض الناس يدفع يروح يسوي لي مطعم ستمئة ألف سبعمئة ألف ثمئة ألف وما لاجأ وقت الإعلان لازم تحضلك مبلغ هذا ماركتنج يعني أنت بتفتح وتقوم من اليوم بتفتح بتلقي طوابير والزحمة في مئة واحد زيك في جزء اسم ماركتنج الحين الشركات دخلها بالمليارات وأسمائها معروفة تصرف بسنا ثلاثمئة أربعمائة مليون تسويق تسويق جزء من لا هو يبغي يقوم ويضرب على المطعم حتى حتى أنا كتب مرة كتبت سلسل تغريدات هذول الأسرة المنتجة والمناس اللي فتحين بزنس صغيرة تكفى بي منك داب أنا لو كل يوم قلت لوحدة أو واحد أبشر والله يوفقهم مرزين إذا كل يوم بينزل عندي الناس ما رحت خلاص يدرون أنه تسليك إذا كثرت خلاص قيمتك السوقية تنزل فهو يفكر بمصلحته أنا بالعكس أتمنى لك الخير وكل شي بس أنا ما أبغى برضو حسابي يصير سبيل كل يوم بعدين ما عد حتى لو صورت بكرة الواحد دافع وتعبان وفعلا منتجوزين أوكي منتجك حلو وقاعد أقول لهم لا تعتقد أنك أنت لا تعتقد أنك أنت إذا جاء شخص أو مشهور صور وقال والله خرافي كذا بم وضرب وانطلقت صور تاجر كبير لو كل واحد كان تررر بزن السحر صحيح ما بس سؤولي تخيره ومعتقد أنت صورت انتهى وبس ناقصه باقي له بينه وبين النجاح تصويره واحدة أنا غير صحيح الفكرة هذه موجودة ما هي للأسف طيب ما تحسني أنا كمتابع المساعد عندي انطباع أنه خلاص إذا مساعد قال مبروك وسكت ما قال رأيه معناته ما أعجب الآن يدرون يعني كود بيني وين مساعد هم داري الآن إذا صورت ولا قلت رأيه يعني كلا ما أعجبك يعني كلا واضح إنه ما أعجبك خلاص داره وأول أنا الآن كنت طول عمري أجي أصور وأقول أعجبني ولو ما أعجب وطبع قلت كان حاد شوي التعليق بعدين بالأخير قلت والله ما نسبني ويمكني نسب غيري والناس أذوق هذا آخر الأيام بعدين حسيت إنه بينه وينك رحت المكان مجلس ولقيت واحد شوي كان خطابه شوي يعني اتجاهي مو زين قتبت وراك طالما جيت إن المطعم مر فش شايل بعدين قلت يعني أنا ليش يعني أبني أحدا بدل ما أبني الزغة أي أحد بروح المطعم وقل ما أعجبني طالما قلت تفكر فيها قضية إنه قطع رزاق يعني أي مطعم زين وعنده زبائن لو رحت أنا قلت ما أعجبني أنا أدخل يبتروني الزبائن نحن نحبه ما أعجب مساعد ما أدخل الصح أي هل أنا أبرد عنه ناس جدد صح أبرد عنه ناس جدد بس هل مبيعاته بتنزل لا ما أدخل يعني أنا أحب مطعم مهين وقدر وأكل فيه جاء واحد قل محجبك سلامتك من ذوق أطلق منك وطن تنوب مطعم كثير أنا ما تعجبني وماشاء الله لا ينات عندهم بس قلت وشه أنا وش الهدف من سناب أنا أبغى أقول لك هذا المنتج لذيذ وتعال جربه منتج موهب زين وشي خاص كيف كتب أنا ليش أبني أعداء وأبني مشاكل مع الناس لا خلاص ما أعجبني ما ينزل بسناب صلى الله عليه وسلم خاص سكيتو بس أنتوش تبغى تبغى أكل زين هذا أكل زين بس ليش أنت تقول لازم تصور واحد وتقول شي عشان أنا أطلع صادق لا خلاص كل أمري لي ايه بالضبط لي خمس سنين أنا قاعد ذاياني لك سنة والله متغير صغير كل شي عندك لذيذ ما أبدأ عن كل شي لدرجة في المطبط بجرت وارجع الواتساب وكتب سيرتش حقا أعتذر عن الإعلان وألقى أنا آرشف وصور كل الاعتذارات وصور الانستقرام وكل شي واكتب سنابات قلت عشان الناس لذا نمسكوا نشوفوا طاخ طاخ ممكن ثلاثين أو وربعين كب بيت كل الاعتذار وكذا ولا أسوي يعني ولا أسوي العسل مثلا هذا نهائي ولا عطر لماذا تسوي العسل العطر والعسل والشاء الطبية المستشفى ذا هذولي ملغيهن تماما ما ينزل المسنابي لسبب بسيط أنا بقول وكذا ما غريطة العسل اليوم جاء نوع عسل والله يا ناس هذا عسل قسما بالله أصلي وتحس يعني تسويق العسل أصلي لا يا شيخ في عشرين واحد أصلي فأنت تحس بس كذا يعني أحسني إذا سوقت له أحسني ناس تقول أوكي مليان عسل أصلي وكل مكان وإنلاين وتجيبه من بره ما في قيمة قوية عسل وإذا أعطيك بيت ألف إذا أثبت كل العسل وكلهم يقولون نفس الكلام فأنا بدخل في مجال أحسني بحرق نفسي ولا بطلع حتى قدام متابعين إنه يعني يا عسل يعني حتى في مواقع واصلت معي مشهورة مرة بدون ذكر اسماء هذه ما هو الدماج قالوا لنا بإعلان كذا كذا قلت أنا ما عندي مشهوركم مشهور وزين وكذا بس وش شيء اللي أنا أسوقه قالوا عندنا شيء لا أنتم هل أنتم أقل ناس بالسوق يحلم من أقل ناس واجي واخذ لي عشرين آيتمز كذا السريع وحط ثاني منافسة والله موقع الأباجورة المضيئة اللي ماذا لي يسرق فيه لا لا قلت هذا هي أنا أبغى أبيع لك وأبغى أسوق لك أبغى أفتح أقول هذه عليها خصم أتحدى تلقى أرخص منها حط لي قسم هنا فيه فيه شيء أقدر أسوقه سبع أما مثلا صابون وجود بالبقالة بنفس السعر وليش أطلب منك عاطني شيء خلينا أطلب منك أبغى أقول قال لا واجي أرسله قلت له أعتذر أنا ترى عادي أنا بأخذ فلوس وأقول ذاو كليش أصلا جاهزة يقولون كل الناس وعادي أنا من أبغى أسران حيث المتابعين بس طرعا ما نبايع لك لازم يسير عندي بس ولا ولا أعلن فنفس الكلام العطر أباجي العطر الآن خلاص صار والله ريحة العطر ذوق ذوق وبعدين تبدأ تقول صندل وش في ثاني صندل في تباكو تباكو فكل الناس هم منوشي كلمة التسويق حقاتهم إذا شموا واحد ثاني بيسألك عن العطر فتحس أنه ويقعد ثلاث أيام ويقعد ثلاث أيام فتحس أني فخلاص دولي أحس يعني احترقات وما صعب تسويقها صعب صعب جدا يمكنك تسويق معها أي فهل يقول العسل متشابه في ناس كوب وفي فحص وفي مختبر كلهم يقولون ما صعب وخصوصا العسل برضو فيها جزء في ذمة إذا منت بنت اللي مزينه ما تقدر صح ولا تقدر حتى أنك تشيك فعلا هل هو أصلي الناس اللي يقولك رح أفحص والمختبر الجهاز اللي يفحص هذا قيمته أصلا ثمانية مليون دولار موجود بنيوزلندا موجود بناس اللي يطلعون اللي هم اللي يفحصون ما حد يقدر يطلع على ذمة الشركة اللي كلمت ما حد يقدر يثبتلك لأنك أنت الأعسل هذا لو حاط ميراندا وسكر هذا وشرب منه وراح طلع لك عسل بيطلع لك عسل طبيعي بس الأصل وشه هل هو الشجرة دي ولا ما تقدر طيب قد قيمت مطعم وردمت أنك قيمته إجابة أو سلبا يعني يا سبيته ولا مدحته بس أنك ندمت ما في صراحة مطاعم في واحد يعني كد سبيته وجاني في حالتين واحد جاني رأيه وكان مؤدب وكذا قلت له واحد اثنين ثلاثة وضحت وقلت الدجاج مغنج والعام كذا حرام أنت كذا وشهر وذكا بلا تطلع على العام لا نزلت على العام وقلت له ورسلت السالفة وجاء وقلت له حرام أنت كذا كذا أنت لو تجيبت راكيله ويهدت له ما راح تلو كل الأخطاء اللي عندك قال أبو شور وكان مؤدب بعدها بشهر قال يتعال واذق واذا والله جاب لحم نحيم يجاج فريش واشتغل وضرب المطعب وغير يعني الناس أنت جيب لقمة حلوة الناس عاكمة لقمة باين زنقة الدجاج الدجاج ينادي ما تلقى في زنقة في زنقة هذا كلام وضرب المطعب طبعا مو بالرياض كنت بمدينة مجاورة موشي ها بالقصيب هلو والله قاب واجي بيني وبينك رجعت فيه هذا سبيته طبعا لا جلبتها في له مدخل يعني صغير حلو في كلمة يقدر يدخل علي قانونيا ولانا كل ماذا عارف دارس قانوني هالي فيها مدخل ورحت رقعت المدخل هذا ومشيت ولا لحظة غضبه على صراحة سنابات سكتي بس المنطقة صغيرة وكلهم بدوا يهرج وانتشرت حينه فهذه يتسوي له شوية يعني يمكن زعله أكثر زعلته أكثر بس ما في مطعم أنت مدحتها وبعدين ما يستاهل المدح ما يستاهل المدح لا في مطعم مدحها وتصبح حلوة بعدين يجيها بعد فترة وكثير وكثير في بعضها سكر السوق ما يرحم فهمت عليك في تقييم مطعم في تقييم جوجل الناس الريفيوز اللي في جوجل هذه هذه تأثر على جدا ناس كثير في تويتر يتكلمون يا جماعة أنا شوف أقولك شي أغلب الناس أصحاب المطعم وكذا إذا جيتوا نجمة أنك أنت مطلق عليها مسدس اكتئاب ونرفزه وشوفهم بالقروب أنا مقروب في مجوعة أصحاب المطعم شوفهم بالقروب وكذا يا أخي حاط لي نجمة يقول جيت لقيتهم سكرين للصلاة يا أخي النجمة ذي لو تدري يعني طيب يا أخي ولا أمسك ولا شي يعني أعذار للدرجة أنه مرضة يعني أقولك الفطور فارس أذكر قبل ما يفتح أول فرع له بترتش كمين ايه فقد شوي شي تبناظر توه ما فتح ما فتح المسكين وش هو نجمة فاشل جربته بتويدر الثاني يقولون غالي يقولون توه هبدين فيه طيب أنت يعني تقييم له وفي ناس كثير تصير التقييم بناء على شي صغير ويعدم المطعم كامل والمشكلة أنه كذا حطيت نجمة تحتاج خمس يقيمون خمس نجوم عشان يرجع لهم فقوغل يأخذ السلبي أكثر من نجاب القسان للناس ذا والمشكلة هوين لماذا التقييم جوجل دائما مدغيق أنه الواحد يروح وياكل مبسوط والله بصوت يركب ويروح ما يقول لا صور عيال جوجل الله شكرا هذا قليل أما الزعلان يدور أي شي يفرغ فدائما والمشكلة غالبا إذا المطعم دائما نسأل الأربعة عندهم أربعة وفوق يتشجعني وروح تحت الأربعة يعني أو إذا كان ذكي يدخل ويشوف إذا كانت الملاحظات على مشكلة أو تعامل أو تأخير في الطلبة أو كذا أنا وكانت تشوف خاص ما تهمني يعني حدث وقتها مشكلة الموظف من نهاية بشر ما دل وش حالته ذاك اليوم طالما الأكل قليل اللي فيه خلاص ما دل أكل زين بس صار ببرف ذاك اليوم أنا بروح يعني لا يستهين الواحد في موضوع لا النجمة يعني تراك كأنك أنت عدم يعني لا تحط النجمة إلا فعلا مرة متأكد مرة ايه أولا شي إذا كانت على شيء واحد حط ثلاث نجوم نجمتين اعتبر كي شيء عندك بنجمة طعم الأكل الخدمة مدة الانتظار أمفروض تقيم ها تحط لأنهما يعرفون يا خمس أو واحدة يا ضرب يا أرفع صح صح هذه مشكلة ما يقيم الأزالة والمشكلة للأسف الشديد أوقات السواقين حقين التطبيقات يجي يتأخر طلبه ويتعاملوا مع الزحمة يطلعوا وش يسوي يروح يرسل لقروب حقين التسواقين يجلدون يتهاوش مع واحد مرة والله واحد أعدموه بغا يعني يوصلهم المحكم وكذا خافوا وشالوا التقييم فيلعبون وقال ثول لعبوا وهم بره بره التقييم صدق يتحزبون المناديب ايه ليش لأنه أخره فبدال هالتأخير إذا كان يقدر يوصل طلبه وطلبين هو ما يناظر أي شيء إلا أنه بسرعة يبغى عشان دخل فخلاص يشوفك أنت أخرته أو لا قطعت رزقه هاليوم فخلاص يفصل طيب المطاعم السحبية ايه يشلون تقييم تقييم بالتطبيق ما تقدر تقييم وبعضهم يسجل يحطوا بجوجل ويدخلون عليه غيره ما تقدر إلا أنك تبحث بتويتر أو ما تقدر تقييم وفما في حل فيا أنه كيف تتجرب حفظك كيف تتجرب حفظك أو إعلان يشوف أو وارضف موفد الناس تتكلام أنت جاء بدلا تقول والله جربنا مطعم صحابي يسمو كده هم من أنا أقول وروح شلتي ثانية هذا الحل هذا هو يسوق هذا الثقة الوحيدة غيره صراحة يعني صعب هم شلون يبيعون يحطون توبلست توصيل مجاني هذه هي اللي تخليه يشتفل بس ما تحسين أنه مو بعادل أن التقييم بس محصور على تطبيقات التوصيل يعني تطبيقات التوصيل يعني ما هم ما هم مفاعلة ما في ما أحد أصلا ينتبه للتقييم بس ما في حل ما تقدر تعرف إلا عن طريق شخص فالناس ما تغامر يا أنه أحد يصور مثلا أنا صوره أو أحد يثق فيه يصور قرضين أجرب أو أنه أحد من أخويا أو شخص يحبك يعني كثير يقول العيال ذكري يوم دخلت عني يقول والله كذا طالبين واحد كذا جربوا وطلع مقلب جربوا واحد ثاني طلع مقلب طفشانين يقولون يغير هذه ثغرة يعني اللي ما يبي أحد يقيمه في جوجل يفتح السحابي بس إيه بس يظل السحابي أنت ما تريد تبيع إلا عن طريق وهذا يأخذ منك نسبة عالية يعني اللي يجيينك على رجولهم ونبس السيارة هذا برضو مبيعات عالية جدا صح يعني أفضل نموذج أنك تفتح محل صغير ما في طولات تأخذ أو أوصل لك خصوصا الساندوش ما في أحد يجسي يباك لبس السيارة يبا طلق فالنموذج بدي يتغير يعني الجلسة جلسة يكون مطعم مطعم دائما في تجربة كاملة النص هذا خلاص أبغى أغير جو أبو أروح مطعم أبو أروح دائما إذا أنا أبغى أكل ساندوش قال بني أبطلبه يبقى أخذب أكل السيارة جلسة المطعم الصغير إلا أوقات يعني الشعبية بطر الرجل تبيحة تسلقية فول مع التميس تبيحة يعني أوقات طيب خلنروح شوي للأكل والمطاعم هل في كذا أكل معينة أو لمطعم رهيب أنت تعرف أحيانا إذا في أغنية حلوة من كثرة ما هي حلوة ما أودك تعلم الناس عنها عشان بطبطي ما تخرب ما يكررون ما في مطعم أو مكان أنت مرة معجبك ما أودك تعلم الناس عنها عشان ما يخرب إلا فيه 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 نصرح عنا نبين نخرب لا فيه لأنه أنا أجل إذا أشتهيت شيء ماهي أروح وأستكن فيه أما ما رح يجب كثير من الناس بلنا نقول بس هو صن صغير وعدد المنظفين قليل فاستكنان وما يعرفونه إلا جنسية معينة لأنه بنفس طريقتهم والأكل فيحبونه فأغلب زبائنه وتلقان ما في لعنة في تغبيت ومشبك المعلم فأكل اللقمة ذي من المصطلحات استخدمتها عرفنا جنسية مطعم عاد لها صعب لنفيه أربع خمس يعاد أعطنا تلميحات وش الكوزين لأنهم أصلا يعني ما في لأ معلمين لو أنا احرجت مع معلمين لهذه الأكلة ما في لأ اثنين وقفين على الشغلة فلو بذاء ما بواصلا للطلب ولا بعد ساعتين أصلا ما يتحمل هو الأن أشوفه من أخذ الظاهر فرع أو فرعين إذا فتاح ممكن أن تتكلم عن أي أفصح طيب تقول لي بعد ما نسفح أي بعد ما نسفح قل لي ودي أجرب أجاني فضول طيب تركيز المطاعم على التجربة بشكل عام حسنها أثرت على جودة الأكل تجربة الكاستمر أنه يجي الجلسة الأثاث كويس شف في مطاعم نوعين في ناس يقدمون الأثنين أكل صح وتجربة صح في ناس لا ما أعطيك تجربة جميلة بس للأسف الأكل وقات يشتغل هذا ما عنده مشكلة لأنه بالنهاية بيقدر يلقى الشريحة اللي توافق ذوقها ذوق الأكل اللي قاد يقدمه بس جايزت لهم التجربة أنه عنده شيء موجود عند غيره خصوص مراتنا بشت عنده جوزة خارجية أشياء زي كده فتركه يشتغله هو عادي بس هذا الموجود يعني أذكر مطعم والله أنا ما أذكر اسمه كان بالعمارية بذريك ليفتح وكذا كان كان الناس تروح لوفل وزحم لأن الجو حلو ما كان في غيره وجويل وكذا كان الأكل عادي جدا بس الناس تبغى تطلع شو ما هو ما كان في محلات كثير يعني فيها جلسات وظهر فوق جبل بس إنه كان يعني أكل مبشين حلو لذيذ بس غالي بس قاعد يدفع قيمة التجربة بس ولكن اللي موجود الآن لا فيه مثلا مطعم فيه مطعم فخمة لخصوص البراند اللي جاي من برة سي البي ايم وسينيورساج وكثير تجربة كاملة صراحة خيالية وجميلة وكذا بس أعتقد أنه يعني كثرتها يعني بتأكت السوق ما يتحمل يعني عدد كثير يعني أعتقد أنه فيه ثلاثة أربعة هم اللي الآن عندهم رجل الباقين يعني أعتقد وذولة كريفهم جدا آلي يعني الرواتب الويترية والشبية كلهم من أوروبا الشرقية وكذا يدفعهم مليين بالشعر ما يقدر ما يقدر يطول يعني فيه تشبع يزياد يعني العدد مقابل الفئة المستهدفة قاعد يزيد فيه أحد لازم يطلع ما يتحمل السوق لأنه يعني ما عليش الكلمة أنه بره أصلا كل البزنس هذا قائم على موضوع الشراب وهو يشتغل والعدد يزيد لأنهم يروحون ياخذون زهرة فهو يقدر يشتغل لأنه هامش الربح عنده عالي جدا فيقدر يفتح دبل يعني مثلا عندنا عشرة وعدد السكان مثلا ثلاثين ويقدر يفتحون ستين سبعين بنفس عدد هذا المطعم فخم واسعار نرقى اسعار الأكل عادية ربح من الدرينك صح وهذا للناس مستوعبون ويجعون يقولون مقارنة لكل مليون نسمة بسويسرا مدريكم لكل يوم من بكوريا مدريكم حبيبي حت المطعم الكاجول الصغيرة في هذا درينك لو تروح تقول له عاطل قوامك المالية بدونه ما يقدر يربح من أذكر أحد الشركات السعودية كانت تفتح في لندن راحوا لمهم راحوا يستأجرون كل من ذا وروا هم قال طيب وين درينك قال لا احنا مات قال ما يأجر قال لا ما تربح عارفين أنه البيزنس مربح فما تقدر تقيس برا علينا وتأتي تفتح العدد هذا يعني معادرة فيها في خاصة في أحد لازم قوة خاص شريحة معددة بعدد مطعم معي ما تقدر وما يقدرون يعوضون ما تشوف هم يحطون البيبسي بـ 20 و 25 لأن آلية التسعير أصلا من برة يقول لك لازم تتعوض لأنه أنت بـ 25 تشرب 52 و لا اليوم كله فهو يدفع الحال مثلا 500 ريال وهذا الناس ممستوع بينه واللي قاعد يقول للناس أنه كل ما قالوا لهم الآن السوق العرض أزي أكثر من الطلب وليس بشكل عام أقول لهم هناك السلوك مختلف تماما هو مبسر يأكل هو يأكل وقات ببيت وليأكل أي شيء سريع هو رايح صحرة وضحك مع أخو فهو يدفع لهذا هو يربح المقاوم الذي يجلس ويزيد العدد هذا يصبح حاسبك على المشروب وكأنه فيه درينك هو ما فيه درينك بس عشان يعوّر كثير مطاعم أشوف هنا في آيرس ومدري مطاعم هنا كثير فتحت طيب في مطاعم كثير فتحت عندنا زمان أيام الفاست فود وسكرت زي وينديز تاكوبل صح ليس ثقافة يعني أول ما كانت ثقافة المطاعم زي الحين قالوا الآن عنده دجاج كده بخلطة ويحط السيخ الشيش طوغ بالمقلوب كده وتسحب يعني يشرح لي قلت الآن كنه بشرق الرياض فسفر لأي العام مأحق ناس ثانين دخلنا ناظر ناندوس ناندوس اي قد يمس سالفق من قبل 20 سنة والله ودخول وجلسين هذا مين في الرياض كان ناندوس موجود قبل 20 سنة عجيب اي جمان قبل الي والله واكل واكل اول مرة اكل شي تتبئلة بيري بيري ذي اول مرة ذوق بحياتي لا بل حياتنا شيش طوغ الشوام العادي بضعب والشيش واحده كيدا بكلت وجبة وروح لعيال وبدأ اكلم فاصلا كان هذا يعني فالثقافة مراح من الراك حتى اذكر كان جن بيتنا بباي وكان فاتح والسوق وده وجهت الاشاعة حق النقطة ذيك حق اليدز الناس يعرفونا كان ببايز موجود وكيدا ومدرش وعلى طلعت يعني بدأ مرضى اليدز بنتشرب العالم والاخبار تعرف الاخبار تاخذها صح بعدين جا طلعت اشاعة الاستراحات والمجال وكيدا قولوك الفلبيني حق ببايز حط بدمه على الكتشب حق حسنا على درجة المطعم سكر صدق وراح المطعم سكر يعني الاشاعة ذي طلعت على ببايز على ببايز وسكر وطلع من السوق وينديز كان موجود وطلع من السوق حسنا كان موجود من زمان ورجع مرة ثانية وهم انطلع من السوق سكر فكلها اغلاب بس ما كانت الناس تلقفتها ما سوعبت ما تأكل كثير برا ما كان الحين خلاص تغير تكلفة اصلا انك يعني انت لو زوج تتداوم راتبها لو سبعة لف مثلا أو ستلا وانت تتداوم تكلفة وجودة بالبيت وانك تشري من برا وتطبخ ولا تنخذ راتب اغلى من انك كلكم تدومون وتطلبون برا كذا فصار ما فيه اوفيس صغير سوي لك شي بسيط سخلك حاجة جيب لك ساندوش شي بسيط الاكل كلكم دومين وكل ذا ما تأكلوا بالبيت فمكانة مطبخة كله راح يلغى والداينرز برضو اسعارها رخيصة واشتركات واشياء كثيرة وتبدأ بتلقاها مكينة جهازها متغير متغير فيه احد يقيم غير مساعد في السوق ويعجبك تقييمه صراحة ما فيه ما فيه حتى يجوني ردود من جدة وشركية يخي فيه احد زيك فيه احد زيك هناك فيه نسخة منك في شركية والله فيه نسخة منك اوه ما لو عندنا نسخة منك بمكة بجدة بمدنة تعطينا احد حتى انا بحاول ادوور له احد ما فيه احد بنفس الطريقة صراحة الباقي كله يعني حقهم طبعا بس كله بزنس ما فيه احد ما فيه طيب في منصات الاكل مثل في منصة اسمه هاكلة ماشي هذا ولا فنانين اقرأ كله فنانين الاسلوب يعني انا ابغاء اقابل واحد منهم الكلام وطريقة الكلام شايف النانين فنانين خفيفين دم بعد وكل شيء طبعا هم يحطون توصيات ما يقيموها ايه وتاريخيا يجيبوها بطريقة جميلة جدا صراحة ما يشوف شغلهم حلو فنانين صراحة مرة مستمتع فيهم اي ليش ما ادري صراحة يعني انه يجي احد ويطلع ويتكلم ويند من الطريقة ذي وكذا ما ادري ليش انه ما فيه على انه برة تعرف وصحقين اليوتيوب وذا برة في بعضهم امريكا وذا في واحد بعضه ظاهر كوريا وكذا جاء هنا وغلبهم يتكي جاءوا للسعودية وقوية ويتكلمون ويسوون هنا ما ادري ما ادري ليش يعني ما احد خذ هالخط اه فيه 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 ناس بادين اللي هم يسورون بالسيارة ويجربون فيه اثنين اخوان مره رهيبين مره مره رهيبين اعرفت ايه وفيه واحد قبلهم ترى انا محفظة سامية بس طبارة نسيت بس يسوون نسوون ريفيوات حلوة صراحة مره جميلة ومشاهداتهم عالية باليوتيوب وشغلهم رهيب بس انه بنفس الطريقة برة انه يدخل جوه المطعام وذا فيه واحد يدخل وذا بامريكا ويسفل فيهم بسط المطعام ويقول بذاتكم خائزة ويترجاء ويخافون اذا دخلوا يحسبون حسابه برة تعرف عنده برية ويقدر يسيب لا عنده مشكلة فيه ناس كثير وفيه ناس لا يروح يسوي تجربة وكذا ويتكلم عنها ويجام يقول لطيفة وكذا يمكن اذا ما عجبه يقول لوقاتها هذه ويدرون بالعالم يعني كله وفيه زي مثلا اللي برة زي العربي لو باس الحجر ودور برة وكذا الان فيه التك تك جايين كم واحد كذا من برة اعتقد ثانين مصريين يسوون جولات جدا جميلة مرة رائعين مستوى الجرعة ذا متى يجي عندك عادي يتأخده ولا حد يقولك شيء مشكلتنا هنه شيئين أول شيء موضعنا اجتماعي انه فلان زعل منك واخر ما الرجل دافع دم قلبه وتقطع رزقه هذه موجودة عندنا وصعب انك ذا عندهم ما عندهم الخط هذا ثقافة يعني ثقافة تختلف تماما فينا يا العم وهذا رزقه ودافع وهذا قطع رزقه ما عندهم هذا الشي فصعب انك ان تتقدم النموذج وتفهم العالم انه ترى الرزق بيد الله يعني اذا شخص بيرفع رزق بيد الله ها مشكلة اذا لازم يصير عندك ايمان انه الرزق بيد الله لو الناس كلا سببتك ويبغى لك الرزق بيدك بس انه شوي فيها حساس حساس موضع اجتماعي حساس لازم يكثرون اللي ينتقدون يكثرون عشان يصير عادي عشان يصير عادي لان لو انتقد الحين واحد بصير شاذب بصير هو عليه ويأثر من يختار المطعم اذا طلعته انت ولا عائد مشكلتنا في انقسام فيه ناس ما تاكل الا ايطالي وبيتزا ومدريس مم فيه ناس زي عادي ما عندهم مشكلة طبعا الجميع ما يأكل سوشي ولا بحري ايه هذه مشكلة عنده ياباني فانا اذا جيت اطلع يا لبناني يا ايطالي يعني ايه وهندي يتفقون عليه بس هذه الثلاثة من اللي اختارنت وطبعا البرجر جميعي تفق عليه ايه ايه باقي لا شور ما ما يتفق عليه مدرو ايه ايه من اللي اختار لا وبالاخير سونا قلنا مو قلنا سونا قلنا خلاص اطلع على الجاية كده هندي واني بعده يتدول حلو خلاص السابت ذا مثلا ذا الجاية ايطالي عفو طوات شو الطرف الاخر اللي ما هي ايه لان عندي بنتي وولدي فمن قسمي بنتين وولدين ذول يبون كده اه في الديمقراطية يعني ايه يعني مشاعد ما سيطر على موضوع لا 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 عشر انا لان اي شي يبغون انا ما عندي نوع ما ااكله ايه فخلاص المرة الجاية اذا اللي ما ياكل هالنوع تلقى بالمنيو في بطاطس في مدرش يدبر نفسه ايه كم عدد بنتين وولدين الله يخليهم ان شاء الله شاء الله هل انت طبخ لا تطبخ اوجه وذا وكل شي بسمه ما تطبخ اه زوجتك هي فنانة طيب طيب هي اه طبخة يخضى على التقييم ولا لا ما صحب جدا لا لا بس والله طبخة ما تقول ملاحظات لا 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 صدق صدق ايه ما بدون مجاملة لا لا بدون مجاملة اقول كذا وتدفق معي مثلا زاد الحلاء زاد الملح تدفق معي ايه اذا كان اقول خرافي كذا بس لو انه زي وهذا قليل اصلا يصير ما شاء الله فنانة ويمكن ما يسوا احيانا انك انه كنت نام بره البيت حسن الملح زايد طيب طيب في مطاعم بعض المطاعم كنا نحبها وقفلت هل في مطعم كذا انت كنت تحبه ومرة يعني انقهرت انها قفل كثير من الناس جيل وذا كانت اعتخذ كثير كثير مرة ايه كانوا يقدرون العجمي ايه وطاعم العجمي كانت مر عجمي قفل تماما قفل من زمان طلع حمص العجمي حمص العجمي شهور المتوكة كان جو الطريقة اللبنانية القديمة ولو تاريخ معنى يعني من يعطرة فكان له جمهور مرة هو يمكن يعني اوكي يامال الشام كان له جمهور وقوي وزين بس مو زي العجمي ايه انا الشام احتى تذكر عنده ساندويتش فطور عجيبة ما ادري ليش ما احد سواه عارف انت اذا جيت انت حق الفطور فيه بيض وعجة وهما ترى لبنين عجة بالمدبوكس كذا ومدرياش عنده ساندويتش يحطلك من كل صحان كذا عبي اسمه مشكل واذه كبره تطلع يحطلك شوي كبد وشوي كبد الدجاج وشوي ميض وشوي من كل شيء ملعقة الاكل العادية ثم يعطيها آآ ثوم مينة زو ثوم كذا وخللين وخس ولفه هذا كبره بس لذيذة كده تطلع لك الكبد لذيذة انت تشوفها بالكلام تقول احطلي لذيذة وكانت اكثر ساندويتش مبيعن عنده موقفة استخوف الوجبة شوي يعني تحس ان فيها اكثر من مذاق مع بعض اي بالضب ما فيها احترام لل لا بالدخول لا لانهو جيبها من خلطها بالترتيب اه خلصت رح للبيعن اي رح للبيعن اي اي لس كانت لا 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 يعني فعلا لذيذة اي فاقولك يا من الشام بوهده بس انه ممزيل العجم هو اللي كان يعني اتفقد انه العجم هو اللي في قيدس اي وكان في قيدس فعلا يعني والعالم كله تعرفه الله الباقي ما كان في شي لست سدق واو انك طيب البيزنس في المطاعم انت دخلت بيزنس في المطاعم او لا خلق اقولك شي انا ما دخلت يعني كنت اه 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 اسس يعني اه اسس واشتغل مع اناس وامشي معهم و خلص لا ما ينطلق البزنس كشريك أسس أسس إلى أقلين زي ما تقول أسوي لك كل شي وخلص وننطلق لك كل شي خدمة زي أنت ما تقول خدمة وخلاص لي النصيب كده فأدخل كأني شريك وأشتغل كأني جزء كأنه حلالي لما خلاص ونطلق وخلاص كله تمام سلام سلام حقي مع السلام ومشي فسويت براندين والحمد لله كلها نجحت واحد يعني وسط يعني بنص الطريق خلاص قلت خلاص وطلعت منه فلو الثاني حد لله نجح ونطلق كنا عنده سبعة طروع فلو أو ثماني وش أسنافة واحد برقر وفاسفود والثاني رز وكذا وشعبي فاشتغلت مع برز وكذا ونطلق 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 المطعم وكل شي وخلاص واتفقنا ونتهينا وخلصنا وطلعت يعني خلصت المهمة اللي معي ومشيت وانطلق وكبر يعني يوم أطلع كان ثلاث سوء يعني يوم خلص المهمة ثلاث سوء وراح آآ تجربتي يعني أنا أرجع وأقول الحمد لله أني ما كان يعني ما كنت شريك وكان حلالي قالوا أسوأ شي ممكن أني أدخل فيه وأشتغل فيه مجال المطعم شي متعب جدا جدا ومرهق نفسيتي راحت فيه وهذا يعني يوم خلصت وقضيت أعطيت راسي ذكري يوم قالت أنا لو أنام بالشهر أولا أرجع من هالمجال مجال أول شيء الأوبريشن والمشاكل الأممان هذا واحد ما تنتهي أبدا يعني ومشكلة الناس مقدمين يعني مثلا عندي كمالوك يدور لو طباخين يجي يفصل ذكري ويقول له عنده أي مشكلة لا ويذراعك يعني لو قلت له يالله راح إنك تجيب واحد وتبدأ تعلمه من جديد هذه سالفة فمتعبة جدا يختل توازن الشغل عندك هذا واحد اثنين مشاكل تصير بالمحل مشاكل اللي تجيك مثلا البلدية وزارته هذه الحالة مشاكل اللي تجيك من الجمهور يعني تلقاك جالس ومبسوط مع أخويك مثلا لا تنك نجمة أنا مطعم خايش أبو كلب العام المدري وسكر في الصلاة ايه وسكر في الصلاة العامل قال له كلمة ما عجبته نيمة أنا تعبان وقال في عملي طيب خلط يعني أنت اعتبر نفسك مكان الناس ما تقلص أنا تجربتي ما لي دخل فيك أنت المفروض أنه بالنهاية بشر أخطاء أنا أعدم لك المزني فييجي نجمة وهم انت خرب موذك أنت لك فترة تبني تصير فوق الأربعة راخ يأدم فيخرب الشيكل فكشفت أنه أنا ما قدر أتحمل يلعب أصحاب يلعب نفسيتي وش فيها المبيعات اليوم وراء نزلت اختبارات وراء ذائق أطلق وراء ما تبدأ نفسيتك اللي إنسان قلق ما يصلح له المجال أبدا تتعب تتعب مرة هو لهب الناس تعتقد أنه أول زمان كان موجدي ويدخل ذهب الآن ما تعتقد أنه كما كان أول صح أي التكاليف قاعدة تريد والمشكلة أقول للناس وشون فيه مطاعم موجودة بالسوق السعودي وأعلنت أرقامه أرقامه نزول تسعين بالمئة أقول لهم الناس خلاص ترى الوضع العرض زاد كلينك بدي أكل مكاكتب ثاني فبعد ما دخلت وشوني وشفت الوضع كذا جاتني عروض أدخل شراك قلت أنا مطعم مستحيل أفتح مستحيل أدخل بهذا المجال لو آخر يوم بحياتي مرة ما يصلح لأن هذا النوع من البزنس لازم تكون معك الرأس مال كبير الشركة عندك مدير تشغيل عندك مدير جود عندك تيم أنت ما تدخل بتفاصيل أنت تتوجه هذا وتصرف لما ينضرق يعني أي واحد يدخل بزنس لازم يصير على الوقت الحالي يعني يكون عندك جلد تصبر عادي ما عندك مشكلة تتوتر وتتقبل كل شيء أو أنك تدخل مع كراس مهال وتقرر توسع وتكبر وتتحمل وتضخ مرة السوق مبسا يعني أنا مجمع قرشين مو بوقت مناسب أبدا أبدا يعني أنا أقول للناس من تجربتي أنا دائما أقول لناس تعرف واحد صار ملياردير من مطعم بالعالم هذه الجدر كل الأغنية بالعالم أسهم أقر راح المطعم تصير ملياردير لا أبغى دخل إضافي في مئة طريق للدخل إضافي فيها الأسهم تقدر تضيك عائد في أشياء تقدر تقطق فيها بتجارة الكتوري في ناس يقول لك ها بيصير مليونير ما بيصير ما حتى مليونير أعطني اسم واحد يعني فيه بس قارنهم بالعقر ما في مقارنة أبدا فأغلب الناس تقدر تبدأ بشوي شوي والله العقار الآن فيه فرص جدا ما كانت موجودة مثل العقارات إنه يفتحون صندوق عقاري يعطونك عائد 20-30 ما كانت موجودة أول عشان تدخل بالمجال العقار لازم يكون معك مليونين ثلاثة لن تقدر لوبة الفريال إلا صح طب أي حط هنا حط مليش الضابط هذا ولا هذه فرصة ما كانت موجودة الآن صار فيه خدمة هذه نحلم فيها قبل عشر سنين كان يقول لك والله واحد ساعد فيه داخله شراء أقول لك كم يبغون يقول مليون مثلا فالآن لو كان يقول لك اليام ألف أولا خمسة ألاف أقدر أعطيه فالآن عندك فرصة ما كانت حدا لغيرك فأنت ممكن فرصتك أزياء من اللي قبل بس نك تجي هنا رسك إلا إذا الفلوس دي أن تقول إذا راحت ما يتغير بحياتي شيء راحت راحت ندخل فيها جرب لأنه برضه في شيء العلم النفس شيء نفسي مهم جدا إنه إذا صار في شيء يودك تسويه والله ودرسته بخاطر كذا وأنت ودك تسويه بياب تلي أحز بخاطر تبدأ كل ماذا الله يمكن تقدر ذكر إياه ما أفتح أفتح وتلزخ على وجهك وكره عشان تنام مرتاح وتروح تقول جر زي أنا الحين كنت أقوله يوم شفت إيب الله يبارك لهم الله يرزيقهم غابش أي أنا فكوني خلوني خلوني على التقييم وخلل على شغلة لبرة يعني مبو أه طيب المطاعم الحالية اللي موجودة تقدم لهم خدمات استشارية أول كان لا والله مو بقدم زي ما مثلا خدا بيقولك شيء يجيني واحد يطلب منه أه ثم أنا أجي أحده جملة منه أخطاء التسعير غلط نوع المنتج خطأ الشياء عنده أخطاء ما في أمل تنجح بالطريقة دي أبدا فأجي أقول له ترى أنا أسهل ما علي يقول لك لا ألان بسأل فلاني وعاطني وأجي بس ترى واحد يطلب بيجونك الناس بيكلون اليوم بكرة ما بجيين أنا ما يهمني أنا الرزق بيدله حرام عندك أخطاء بالهبل طب وشي زيين واحد نين ثلاث رب فكثير يجونا من تجربتي أجياء أقدم له الشيء من عندي فكثير أقدم لهم ولا مستحيل أني أخذ فلوس كذا لله لأنه حرام وفي ناس قبل ما يفتح يقول لي وش رايك أنا بس سوي كذا أقول له لا أسوي كذا وعطيه وعطيه أمثل تأخذ عليها لا 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 بس خلا الله يرسك ففي واحد يعني أنا أقول لك تكلمني مرة وقال أنا عندي بخاري ومدري إيش زيين بخاري عندي ترك بليور مرشي قلت بخاري وقلت يا الله أمر ذك اليوم واخذ بخاري وقلت أفرش ده كبسة كبسة تأكل صبعك وراء قلت هذه كبسة بس لا تقول بخاري إذا بتفتح قلت أنا كبسة بخاري لأ شي تاني طريقة وجزار وبريل طاعة إي فاقف لأ قلت حلو ومدرينا وبدونا معاين وقلت وقلت وشف أوي شي خذب شارع ثلاثين خذت كوي هذا الكلام لاحظ قبل ما الناس الآن يترسوا قريح كذا الكلام ممكن قبل سنة ونص أو سنتين وقال لي كذا وصار يكلمني طيب ومدري وقلت وهتم بالباكي الاسم خلوه ومدري قال ومقعد عطيت وعطيت وعطيت تعديمات أنا حسبه زي الناس في كثير تسأل ولا تسوي شي بس أنك مثلا تقول له تجاوبه قال الرجل يشتغل يشتغل وأخذ الطيار يروح أوزباكستان يروح ويفتح ويأخذ اسم دينة بوزباكستان ويفتح البخار والله يدق علي فاركري مدري خلطت قال لي سالفك آش الله عليك والله يجزون وأخذ نفس ما قلت له المكان طرقت الباكيجينج اللي قلت قال أرسلك والله يرسلني الباكيجينج رهيب تفتح ويزوك هذا البخاري ما بكرتوه فشترت إي يا أبو عادية بنقول اسمه باللوف قالوه والله وذوق البخاري صح والمنتو خيقالة منتو ذقتو بالرياض شغلقه قال كمارسيلي سبايسي قلت شف وطلع من سبايسي أول شي عشان كأوبريشن وذاء والأخطاء ما تصير يصير عندك منتج واحد والهدر لأن الرز في مشكلة بر مشكلة الرز يبيع وزين بس ها مش ربح فيه بالهدر أنك أنت ما تقدر تخمن الآن كم بتبيع من دجاجها البرقر أو ذا طلب يقول شورمة الشورمة يعني تدري يوشه تقدر تحط النظام من بيعته هم بالثلاجة فيه سيخ صغير خلص بدري تسع ضل على السيخ تقدر تمشيها يعني فيه مجال على أنه يبقى بالنهاية ما تقدر تقومه الرز زيه تطبخ ما تبقى تطبخ كل طالب تطبخ ما تقدر فيبقى بالنهاية دجاج دجاج النوص هذه كوست باخر الشهر تطلع لك كم دجاج يعني مرة متعب فقلت له عشان ما هذا سبايسي له شريحة يحطك دقوس أو شيء وخلاص ومس بس يبقى لشيء فلفل ويأكلون الدجاج في تتبيل لا تحطها في الدجاج أي فعشان عندك تتبيلة واحدة طبخة واحدة ما توجعه راسك صح واشتغلوا ما شاء الله بدون إعلانات بدون شيء لأن المنتج كان مميز وارد في ماوث الناس تكلمت وظهر أنه يأخذ فرع ثاني لأنه يأخذ الشرق استاهل أي استاهل ولد شاطر طيب أنت سوالفت عن البخاري والباكيجينج كذلك أنت شرعك في عادة تقديم البخاري الآن صح صار كيوت صح الآن من يوم عرفنا البخاري البخاري الباكستانيين اللي مرعيات ترباء وترباء وتاكل وكلهم نفس الطريقة ولا تسأل اي ولا تسأل المصدر ولا شيء لا تسأل حلو مشكلة أن الناس كنت تكلمت عن الموضوع أنه هذا مهم بخاري أصلا هذا الرز أفغاني هاي طريقة أفغانية البخاري طريقة ثانية يعني أول من بدأ يعني يزبط البخاري صح مطاعم كانت في جدة في أشبز في أغور كانوا يسوون الآن في الظهر واحد سمو بطلال بخاري بالطريقة الصحيحة تشوف الجزر تشوف البليلة طريقة البخارية هنا بدأوا الآن يدخلهم بدأوا يقربون ما أقول لك مو بالأفغاني صاروا يسوون طريقة اللي قريبة البخاري والطريقة والمشكلة للناس يقول لك هذا اللي تاكلونه اللي تحبونه هذا كله أفغاني والناس تاكل أفغاني وتحبت وخلاص بس يتسمى بخاري ولكن الجدد دول اللي جوا كلهم قدموهم بالطريقة أقرب إلى الصحيحة ولكن أرجعوا وقول للناس البخاري تماما مثل الكبسة ما تقدر تقول هذه طريقة الكبسة كبسة تم كلهم كبسات بس ما في مدرسة في حلو حواليه قريب بس أقدر أذوق خمس بخاريات بالطريقة سحية تختلف طعمها ولكن اللي موجود هذا لا ما ندخل أفغاني الرز الأصفر هذا أفغاني بوزيت هذا ما ولكن إن ولدوا عليه وكله قلاص حبوه الجديد الآن اللي قاد يطلع فيه جيل جديد برضو صير يحبونه نفس الفكرة ومعجبهم وحلو مع الوقت يمكننا الناس برضو تنتقل ذا بس هذا بيشتغل بيشتغل لأنه زي ما قلت كل واحد إلى الطريق يتخل بس وش رايك في المطاعم اللي عادت حلو فكرة بس في الأفغاني زي بوكيس شي بوك عندك كفيس باللوف فيها والله واجدي ما خاف انساهم بس فعلا شفتم خمسة أو ستة باكيجينج ومرتب ليش أكل الجميع يحبه ووكل يومي ومتفق عليها الغني والفقير ومحبوب فأنت جيت قدمته بطريقة نظيفهم محترمة هذا هذا اللي كانت الناس تبيه أول كانت الناس بطريقة قديمة والمكان ما يشجع بس ما تضمن أصلا من يوم تدخل المحل تكيش شوي فهذولا قالوك لا لكن يتحبه بيجيبوا لك نظيف هذا اللي قالو يعني قيمة مضافة قيمة مضافة جدا جميلة وهذه القيمة المضافة اللي سوها اللي دايما أقول للناس لا تجيب شي جديد تجيب شي بس سوه بطريقة زينة نظفه نظفه عالج مشكلة فيه عالج المشكلة اللي فيه أنت تبغى شي كذا جيبه بالطريقة الصح بس يعني يجي لنا واحد يقول أخي ما عندنا مكسيكي والله المكسيكي يمشي يا أخي هي تختلف هو ما عنده شويرمة زي شويرمة يعني أنت لو رحت لأي واحد قلت له أجيب لك تاكو أي ب40 ريال ولا اثنين شويرمة ب15 ريال تاكرز يباكر التاكو مرة بس ما بمواكله كل اليوم عنده شويرمة أرخص وألد بامريكا ما عنده شويرمتي عشان أصلا ده وهم ولد وطلع ثقافة المكسيكي جنبه فخلاص يحب لده لو فتحتي ممكن يشتغل وينحب بس يبغى لك توصل لبل معين عشان ده يشتغل بس السوق يمكن يحتاج مطعم بس يعني من تغيير والله بكسيكي عيال نروح ناكل بكسيكي واحد اثنين بس انه مهم بحاجة أصلا السوق لأنه ذا يجي يقول لك وش اسمه الكبير ذي السادسة اللي عنده ممتاكو بوريتو اي بوريتو هن عندنا الصاروخ عندنا زيه فلافل عندنا بوريتو بوريتو فلافل وبوريتو شويرمة وبوريتو كل شيء يعني وحب علينا من صح انك تحط لي رز وفول اي بواج بتي اي بس فينا انا مثلا احب التاكو تاكوية جميع انا متعلم التاكو اي فيه تاكو جاigi فيها تاكو حلو فيه تاكو حلو بس ان تتكلم عن بتاكله اليوم اي أو من تشتاكله بعد شهر شهر نص اي اي بس الشورمة بلاش و妳تاكل مرتين صح اي بس انه التاكو تشتاكله حلو فيه فيه ناس يعني فيه مطعم يسوي شورمة جميل جدا هنا قريب عطنا اسمي يا الله نسيت اسمه جمب بجمع دب ترب مرة حلوة تاكل حقها حلو نوع اللعبة اللي يستخدمها الصراحة من أجود النواع مظيفة جدا أكله بشكل عام حلوخ الصناع الشيالي فيها العام وفيه مطعم مكسيكي ورأيته مكسيكية بالسفرات قدم الأكلة لمكسيكية صح والسفرات ما في غيره يكتب مطعم مكسيكي ويطلع لك موجود بوعب واحد بس إنه أوقات تيجي أغلب أشياء من موجودة الوبريشن عنده محوص المطبخ صغير الشيء للعيب الثاني إنه يتخرم مرة من الطلب العيب الثالث والجوهري تطلع من المطعم عالبيت تختشورت غير بلابسكي كلك وسط المطبخ مرة التهوية مرة فخلاص إذا تروحت عشفية إذا كانت وجهتك بعده البيت رح عندك وجه ثاني لا تروح خلوه آخر محطة فيه مطعم غيره أم لا لا همث يعني هذا اللي قلتك طبعا هذا بس تأخذ إذا أما كامل لا أهذاكي فيه كم مطعم أنا ما ودي أقولك شيء يسير ما يعجبك بأعطيك إياها فاير غريل لا مو فاير غريل فيه مكسيكا ما أدري يعجبك شفته أنا بس ما كتجربته صراحة وفيه مطعم تاكو جديدة 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 وبأعطيك اسماعها ناسية صراحة غلبها توصيل صح مو موجود أنا كنت طلع عليكم موحدة أعتقد أنها أعتقد أنها أعتقد طيب الكويتين دخلوا السوق السعودي صح وش رايك في تجربتهم تجربتهم كلها للأسف الشديد فاشلة وسهية أجيب نعم ولا حد نجح فيهم الوحيد اللي دخل صح اللي هو لأنه مو بهو اللي دخل مع سعودين ايه الشركة السعودية اللي دخلت خلال فرنشايز عندها إدارة وعندها فريق وعندها كاملة وعارف السوق زين عارف وين ته يعني كأن اللي فتح سعودي مو كويتي فقط الاسم هم عارفين وستعدوا وجهزوا على أنه عارفين وش اللي بيبعون عارفين كم بورجر يبون يطلعون لو ف يوم فتحوا وكانوا يطلعون أرقام يوم فرع لأول كانت توصل فوق 150 الف فرع واحد فليش جهزين تجهيز عارفين عدد قوة الطلب الباقيين ليش بالكويت يوم بروح وجرب قلت الفرق بين مطاعب الكويت ثلاث صفحات كانت يعني طبعا سبحان الله في يعني طريقة أصلا العقار والشوارع في الكويت والرياض مختلف يعني ما في شارع تدخل ما في عندهم بطريقة هذه عمارة هم ماذا فطريقة إنه ما في باركينج فهم اعتمدين كثير على الباكجين والتوصيل بزيادة الداين إن قليل يعني أبعطيك أشياء مثلا بالكويت ما في مطاعم فخمة زينا غالية أغلى مطعم الواحد قطة 250 أغلى مطعم بالكويت ما تدفع كثير ما يدفعون مطعم غالي ما يدفعون بالكويت أبدا يسوفر هنا يسوفر لندن ويدفع ما عندهم مشكلة بالكويت ما يدفع المطعم غالي المطاعم كله نبدأين فيها البالوسط كاجول أجيب اللي تدفع فيه 80 100 فأنا فيه صورة الكويتيين يدفعون لا ما يدفع 100 ريال 190 120 زينا زي المطاعم البراندو كذا ما تتحمل بس ما يقدرون لأن ما فيه ناس تدفع فتلقى المطاعم اللي يقولك زي كذا فتورة كان الواحد قطة 850 300 بالكويت ثلاثة بس أو اثنين بس يا الله بس لو زاد واحد ممكن ما يشتغل ما يدفعون هم سلوكهم فاست فوت يعني عندهم مارديز وكنتاكي شي بزيادة الأكل الرخيص السريع هم كذا باكيجين كذا داين إنه جلسة قليل جدا إنه ولو لقيتها تلقها كاجول يمرتبوا كذا والسعر زي ما قلتلك يعني نروحنا وياك مطعم حلو مره ومرتب كاجول ندفع متين خمسين رياح أنا وياك إيه هذا هذا أغلب المطاعم كذا فيختلف فإذا جو هناك في المطاعم الزينة واللي تيجي تقدم ليش قاعدة تقدم تقدم منتج زين لأنه قاعدة تحضر قاعدة طلبات معينة يعني يجيه باليوم خمسين مئة طلب بالكويت خلو فييجي المطعم الزين الفنان هذا يدخل السوق السعودي هم يجيه خمسمائة طلب وستنبجدار هم هم يبدأ ينحاس ما يقدر ما يقدر يأخذ الموضوع سهل ما يستوعب ويبدأ يخبص هم ناس يأخذوا التجربة سيئ سيئ فكل اللي يدخلوا السوق ترى اطلعوا من النجاح وقتك بس تشكين عشان نه دول هم يعني شركة اللي نمسكه وذا ونجاحه والشي الثاني من النجاح الثاني اللي هو بورجر بوتيك ليش؟ لأنه داين ان في الطلب كم طلب باليوم يجي بالنهاية المطعم كان فيه خاص تحضر لك وقيمة غالية فمو شيء شريع يقدر يتسوي خمس بيت واجبه هو باليوم خلاص عنده فمبدأ ويقدر يتوسع ويبدأ لأنه استهدف شريحة معينة فاتورة معينة ايه تيجي تروح للي زي كذا ما يستوعبون ما تقدر ما هو بقادر يطلع نفس الكوالي بعد الطلبات عالي المشكلة في التشغيل تشغيل عنده مشكلة بالتشغيل ما يقدر يعني هناك مبدأ لأن الطلبات تجي يعني رواك يقدر يبدأ في الطباق هنا إذا جاء وشاف خلاص في صورة دائم عن مطاعم الكويت فترة من فترات دائم يقولون مطاعم الكويت رهيبة فعلا قبل يمكن نقول ثلاث سنوات أو أربع فزنا عليهم الحين الحين قلت أنا رأيه ما فزنا يعني أن تجي تقول تحت رز شورمة الفطائر المشاوي حنا أفضل بكثير بمراحل ليش عندنا عدد معروض كثير وعدد الشعب كثير والقوة الشرائية اللي بالمنطقة ذي عالية فالمنافسة عالية فعندك إبداع تتعب نفسيا هنا أغلب أخويا اللي يجوون من الكويت يأكلون شورمة ما شيء من طبيعي تيجي للفخم مرة زي اللي قلتهم مياز ما يدفعون فهذي ماهب عندهم تيجي للكاجول هنا لا مميزين صراحة هم وما زالوا ما زالوا لأنه لأنه هذا الشريحة الأعلى عندهم اللي تاكل هنا بالنقطة ذي كثيرة فهنا يبدعون فيها يتروح مقاعم ياباني برانت كويتي فينا طباق كذا ولمسات كوموليشن لكهات جديدة جميلة فعندهم إبداع بالجانب هذا يعني نتفوق عليهم في الفاين داينينج الكاجول دائما أنه هم عندهم تمييز أكثر يعني إلى قبل سنة ترى حتى بالبرغر هم أزيان بس تقريبا سنة ونص لا خلاص صرنا متساوي تقريبا متعدي طيب قد قد سافرت عشان تاكل مطعم أنصى مطعم لا قد سافرت عشان آكل مطعم لا بس إني كد يعني زي ما تقول زي ما يصير مع البيك اي لا بس أصير إني أحرص زيادة أني أوجه للجهة ذي سن في مطعم براسل مطعم بسر مرة ايه مثلا ايه ممكن بس أنه أغلب يعني تسعين بالمئة من خمسة تسعين بالمئة من اختياراتي لأي ديرة ايه أنه بها مطاعم ديرة ما هي مميزة بالمطاعم ني بخيار اه يعني انت إذا أكلهم مش حالك ايه يعني أنا أعطيك مثال رحت يوم طارق قبل يمكن سنتين وثلاثة نسيت يوم قبل الكورونا يوم الناس على بداية وش اسمها البوسنة قالوا خلت البوسنة والأجواء وشوف العالم وسريف وقلت وانا تبير رحمة العالم وبشوف خدتني خمسة أيام كان صيف ذا فبراد هناك ممكن أبرد المناطق بوربة بس بالصيف والبلد أقدر أقول لك جنة تجري من تحت النهار ميتين نهار طبيعة ممكن قلب بوربة تلقى بزيادة بزيادة تمشي بالشارع زرع بشيز زيادة تيجي للأكل كله تديره ببايح ولحم ومشاوي كله بكل مكان غيره قليل بورستد ما عندهم فلافل ما عندهم يعني تبغت خلاص تبليت بشي يعني إذا بغير باكل دجاج ما شوي ما بغب تلاقي فيه مطعمي طالي طيب على الكلام قبل ستين ثلاث أتوقع الآن فيه تلقي خيارات بس يوم أروح ذاك الأيام الخيارات لدرجة إنه حظي الفديق اللي أنا فيه مالكو سعودي فجايب الطباخ اللي موجود بالشيف سوري فالأكل اللي فيها أكل قريب فالبوفيح حتى تريد تسوي العملات الصبح اللبنانية وراء كبير والسن فالصبح الفطور أكل إيه استمت وأكل صير ما بقالي لواجبة خلاص نقزت آخر لأنه خلاص مليت صرت استمتع بالفطور لأنه ما في لحم ما عدا بغاير ريحت اللحم آخر خامس يوم صرت تقوم بدري بس عشان خامس يوم قلت خوية ماك وما كان في لفرع واحد وبعيد ورحنا ويوم جينا نطلب نزلنا التاكسي طقينا الباب ونقفل قال درايف ثرو يا ليل ما عندنا سيارة ميتين جوع وحنا واقفين الناظر والله واحد بوهت وعربي لو سمحت أهلا وأسعودي بالله يتقل يهلا أركبه أو طالع والله يا زخير ما تحاسب قال تنزلني برحلان نقل عن رصيف وناكل وقعدنا يمكن ساعة من قلت تكسب الليل تنام دينا بدري وتماثلنا ذكر يوم بس خلاص بيدجاج ببرقر بشيء وشكلهم المحلي البوسنى لحم ورز كباب البوسنى هذا كباب مشاوي كباب يجيك كباب مع رغيف كباب لحم صغار كذا يجيك يسوون يحطون على الشوايا زيش شب كذا ويكبون الكباب يدحراج كذا مو بس ياخ وخلاص وبعدين يعطيك إياه ماء خبز الرغيف زيز الرغيف المصري وجوه بص الأبيض فأنتاكل كذا وكذا ما عندهم صلطاتهم عندهم زبادي عندهم غرفة زبادي قيب للأتراك يعني شوي طيب وش أفضل وجهة في السفر للأكل لندن لندن أعظم بلد أكل مرة ما توقعت أعظم بلد فيها أكل بالعالم لندن بيروت كانت بس راحت يعني بس لندن صراحة تنوع تنوع وكواتي يعني جامعة الاثنين تبي أي نوع أكل موجود وعلى مستوى عالي هذا المميز في لندن وش تبي تبي أثيوبي عندهم تبي فيتنامي تبي أي أطري دولة كذا برأس كوري فيه كم تخيمهم خمس أجو طب يمكن ما تأكل بكوريا زي كذا فهذا القوة في لندن لندن أمول أكثر دير أستبدأ طيب لندن فيها تنوع وفيها مطاعم بجنسيات مختلفة بس وش الجهة اللي أكلهم المحلي لذيذ أكلهم المحلي لذيذ يعني زي ما قلتك لبنان كان تم على وقته الآن يعني إذا تتكلم عن يمكن أقول لك اللي أكلهم يمكن أسطنبول تركيا يعني اللي تقدر تاكل أكل يعني أكل محلي الإنجليز تعريش في الشل ما هذا أغلب وربما عندهم أغلب وربما عندهم الطبقهم فإن يمكن اللي الآن تركيا لأنهم برضو بدوا يبدعون بدوا يرفعون المستوى بدوا تطلع عندهم مطاعم بورجر أول ما كان ينفي عندهم مطاعم بورجر زين أول البرجر يبتأكل زي طريقة نصر ذلكبير بورجر الآن لا طلع فيه مطاعم بدأ بدأ يصير فيه من نفس المطبخ التركي فيه أكل زي هم طبعا هم مشاوي بس في أطباق تركيا تخليدية زي الفصولية البيضة زي في عندهم أطباقهم هم الطبخ الإيدام يعني تدخل 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 إيدامات كده طبخ لذيذ لذيذ فأقرب لنا وأكلنا يعني بس أنه بالنكلة التركية من لبساتهم تدخل تدخل إيدامات بام فصول أشياء بطريقاتهم طبخ بطريقة تركية إيدامات دجاج وكذا وغير المشاوي برضو الحلويات الشرغية البقلاو فطبخ الأكل التركي هو الأكل اللي فيه تنوع ولذيذ فعلا يعني يعني حتى ممكن لو تروح مثلا يا بام ما تلاقي زي الشوشي اللي بتاكل بتلقاه فما فيه إذا تسألني عن أهل الديرة يمكن تركيا طبعا غير إنهم بدأت الآن عندهم مطاعم اللي هي الإيطالية اللي هي براندات وكذا فالديرة تعتبر يعني إذا بتسلي بعد لندن يمكن يمكن أستمتع في هذا طيب عندنا أسئلة سريعة كذا نبيبس أجوبة سريعة زيين وش أفضل برست في الرياض أفضل برست في الرياض يمكن برست لاين برست لاين برست لاين ترازي الشويرمة خلطات ومدارس وأنا ما أكل بواحد المرة أغير بس إذا مرة لازم الجواب على واحد برست لاين مطعم قديم بالروضة يمكن له 40 سنة في الروضة بالروضة أو متر مخص 12 حاط فليكسو إجر محلقة قديم يعني وش أفضل حي من ناحية المطاعم يمكن أفضل حي في أدد مطاعم يمكن ليسمين ليسمين أكثر توقعتك تقول الجنوب الشرق لا 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 ليسمين الشمال كل المطاعم الزينة هناك فيه معتقة تقول الشرق فيه مقصود الغرب فيه يعني فيه ثلاثة بس إذا تقول طلع لي أشرب مكان واحد يمكن ليسمين الصحافة ما لقى كذا عجيب طيب وش موقف من الانناس في البيت شف الحالي والمالح ترى بشكل عام ترى هذا يعني زي ما يتسمى يعني بالتذوق فيه أشياء اللي هي حامض حلو مالح حالي فيه نكعات كل ما دخل كل ما قدرت تجمع النكعات الخمسين والست وطلعوا واحدة سادسة الآن لها اسم واحد ياباني طلعها نسبتها عالية بالبرمزان ولها نسب نسيت اسم كل ما قدرت تجيب الخمس هذه في لقمه واحدة في توازن أصلاً هذه تصير اللقم الذهبي فالحالي والمالح ليش نحط كاتشب حنا بالبرغر حلو كاتشب بس لو ما حد فهمت فمالح دائما دائما دخول الحالي يعني الآن يمكن أكثر ما بيع عن الدجاج المقلي تلقى ميبل سيراتشا سبايسي وحلو وأصلاً مالح فكل ما دخلت الحالي مع ذا أنا إلى يومك يعني أولك تروح آسيا وألقاهم يحطون كنت طلع والمبنية ما عدري ما عدري ما عدري الآن ما رجعت يعني لو بسافر بأخذ تجربة ما دعا تزمط ما تزمط ما دعا بس ما ترفضها يعني عادي اي لا لا أنا ودي أجربها الآن من الأشياء اللي قلت لو مرت علي بجربها طيب وش أفضل بوفي يبيع كبدة في الرياضة ما فيه واحد معين بس آخر واحد اللي أذكره كان مرة مميز قلت لمنه اسمه كبدة زون كبدة زون اي مميز جدا اي جديد بالقدس مرة مميز يبغالنا نجال اي لا لذيح طيب وصف لنا يوم مثالي لمساعد يفطر في مكان يتغدف مكان اتعرف أنا المشكلة اللي كثير ما أفطر يعني ما أبدأ أكل من ثنتين في الفقرة دي لازم تختار لازم تختار حتى لو بوفيه عادي شوف ساندوش في واحد من ساندوش مرة رهيبة مرة لذيذ اسمه قريب قريب مرة لذيذ حلو خلاص هذا فطورك هنا فطور غدا غدا نك الحرية نك تختار يعني يمكن ما دلو قالبا غدا بنروح مثلا الرز مثلا رز وش مطعم الرز بصراح ما في أحد بالي بس يمكن أقول لك مثلا مكموت بخلعة مثلا أو مند السعيد اي اروح كذا بعيد هذا في الجنوب اي الجنوب كلها هذا الخنشريلة والثاني بس العين طيح والعشة أو السحور العشة يعني يمكن فترة الأخيرة ضايح فكا يزمر اي 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 بورغر اي بورغر اي عشة البرغر او شوورمة او شوورمة ادري عندك وجهة نظر في تقييم شاورمة وما عندك شاورمة مفضلة او فيها اكثر بمدرسة اي بس احنا ما نسوي فقرة بالعادة بس ودنا نسوي فقرة خمس شاورمات مختلفة من خمس مطاعم مختلفة نبيك بس ما ودنا نقول وش الأفضل وش الأسوأ نبي نقول نعطيه من واحد الخمسة هذه أفضل هذه ثانية أفضل ثالثة أفضل خمس أفضل عرمة واحدة نتقول شبعان بسم الله طب تطليني فرصة أسمي بعد اي خذ راحتك وسم وعلق قيم وانا بمشي معك بقول لك فش ما قل لك بقوله لا أنت بي أقول لك يلا أنا عرف أنا عرف اي شوارمات لا أنا ما ودي اي أنا ودي تقيم بعدين بقول لك طيب بس حلو أنك خمنت عادي خمن يخد راحتك كيف رقب الثانيين جيد أوكي هذه شوية أفضل هم أفضل هذا شغل لبنيس عطيتها وضعيات اللي لذيذة هاو لبناني حسنا كلاسيكي رقم واحد وبعدين اذا قلت انت رقم واحد اثنين بنقول اسمع انت عندك عزيمة بعد شوية فما دي شكلك متن متعشي انا مهددون بالواتسام منافسة شرثة واحد اثنين اوه ثلاثة اربعة اخمسة خاص حنا لقطناها في الكاميرا عبد الرحمن تمام نعم طيب واحد وين واحد هذي هذي واحد ماما نورا اوه اي طيب اثنين وين اللي قلت اثنين هذي اثنين الاخضر غامق هذي حواري شاورمه حواري اوكي هذي هنا في اليسمع اي عارفة طيب هذي ثلاثة شاورمر ثلاثة شاورمر طيب اربعة اربعة البنفسجي هذي اربعة ايه ايه هذي اه ثلاثمية وستين اوكي وهذي اا البرتقالي جليلة اوكي خلاص هذة تقييمك بالعافية يا اللهي توقعت هذي ما توقعت انها ماما نورا قلتني ادفطها اول واحدة ليا اكل ماما نورا تكتكملها ترى ويمدي 15 طيب هنه ترى في اخر كل حلقة نقول للضيف اختر شي في حياتك سلوك شخص موقف اي شي شي ودك تقول له يصير خير يعني تذكر الموقف وتقول بالنسبة لهذا الموقف ولا هذا الشخص ولا هذا السلوك بالنسبة للناس اللي يقولون انت بتمرض انت بتصحتك بتتسوي الرجيم اقول لهم ان شاء الله يصير خير ايه ايه اتك نعلم